تسجل حاضرة سوق السيارات بالجزائر عجزا كبيرا قدر بنحو نصف مليون سيارة ما يقتضي حسب الخبراء ضرورة ايجاد حلول ضرفية ريثما يتم تجسيد مقاربة جديدة في تركيب واستراد السيارات ما يشهده سوق السيارات بالجزائر منذ نحو ثلاثة سنوات ابعاد سلبية عديدة من بين هذه السلبيات يؤثر على حركة الاقتصاد في كثير من الجوانب منها انشاء الشركات في مجال النقل ويجب الاسراع في تسوية ملف المركبات من اجل تمكين المواطنين والمؤسسات من اقتناء مركبات جديدة والحل الوحيد والمناسب في الظرف الحالي هو تخفيض اسعار الجمركة ليتم الاستراد المباشر للسيارات من قبل المواطنين باموالهم الخاصة على الاقل حل مؤقت ريثما تجد الحكومة حل هذه المشكلة العويصة التي انهقت المواطن الجزائري وبهن حطوكم في الصورة تكاليف الجمركة تصل الى 34% منها 19% رسم على القيمة المضافة و13% رسم على القوة محركة السيارة و2% رسوم مختلفة وفي الاخير عزيزي المشاهد اذا كان عندك حل كسبة في خانة التعليقات سلام